هذا الفيديو يشرح طريق التغيير اسم الراوتر الضغط على هذا الراوتر بزر الفارع العيسر واختيار التبويبة CLI لاحظ هنا continue with configuration dialog والإجابة بنعم أو لا هذه الرسالة تظهر إذا لم يكن هناك إعدادات مخزنة على جهاز الراوتر أجيب على هذه الرسالة بلا أكتب no ثم enter أضغط على enter مرة أخرى لتغيير اسم الراوتر لابد أن نكون على المستوى الثالث ويسمى global configuration mode لاحظ هنا اسم الراوتر راوتر متبوعا بأكبر من وهذا يعني أنني الآن على المستوى الأول ويسمى user exec mode لذلك ينبغي علي الآن التحويل إلى المستوى الثاني ويسمى ويسمى privilege exec mode وذلك بكتابة الأمر enable ثم enter لاحظ هنا اسم الراوتر متبوعا ب hash وهذا يعني أنني الآن على المستوى الثاني أيضا أحتاج إلى التحويل إلى المستوى الثالث وذلك بكتابة الأمر configure terminal مسافة terminal ثم enter ثم enter لاحظ هنا اسم الراوتر بين قوسين config متبوعة ب hash وهذا يعني أنني الآن على المستوى الثالث هنا أستطيع تغيير اسم الراوتر وذلك باستخدام الأمر hostname أكتب hostname مسافة و اسم الراوتر الجديد وليكن R10 ثم الضغط على enter لاحظ هنا اسم الراوتر قبل الضغط على enter كان اسمه راوتر بعد الأمر hostname R10 و enter أصبح اسم الراوتر الجديد R10 وبذلك استطعت تغيير اسم الراوتر من راوتر إلى R10 أصبح اسم الراوكي